السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء الإعداد وتسجيل هذه الحلقة وضربنا بشواهد كثيرة لهذا العنوعان وبه من العمق والمضمون الكثير وهذه الكثير بعد ما نعنونها الوقفة بنسمح الكثير منك فضلا وليس أمرا ولا تنسوا الفضلة بينكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله مباد لا شك أن هذه يعني وقفة عظيمة مع آية من آيات الله عز وجل في كتابه ولا تنسوا الفضلة بينكم هذه الآية ذكر الله عز وجل في معرض الزوجين حتى وإن صار هناك فرقة وطلاق قال الله ولا تنسوا الفضلة بينكم تذكر الأيام التي كانت جميلة في حياة الزوجين بين الأسرتين أهل الزوج أهل الزوجة وهكذا فما بالك أيضا لو كان الزوجان في حياتهما ووقعت بينهما خصومة نقول لا يصل الحد إلى الطلاق تذكر الأيام الجميلة والفضل بينكم يعني هذه الآية نزولها للزوجين للزوجين سبحان الله نعم لذلك ما كان في حياة الناس اليوم خصوصا في بيوت الأزواج إن وقع تقصير من جهة الزوجة نقول للزوج تذكر أيامها طيبة ولا تنسوا الفضلة بينكم لا تغفل عن حسناتها واجعل ما تخطئه بحال حسناتها مغمورا هذه ذا اعترفتنا غلطانة شيء طوف لها لازم تمن التغافل الحياة لا تسير لها بالتغافل والعفو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيها جميلا قال لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض ويكره إن كره منها خلقا رضي منها آخر لذلك أيضا حتى الزوجة مع زوجها كم من المواقفة الجميلة تذكروا يوم الزواج يوم العرس تذكروا الأيام الحلوة في حياتكم يعني حتى نجعل كما يقولون يعني خيط بيننا للود حتى نتقارب في وجهات النظر ونتلاشى هذه المشكلة وتلك الزلة ونجعل هذا الأمر يعني مغمورا في بحار حسناتنا لا نتطلع إلى السيئات نتطلع إلى المحاسن ولا تنسوا الفضل بينكم كم من الفضائل قدمها الزوج للزوجة كم من الفضائل كانت من جهة الزوجة لزوجها نتذكر هذه الفضائل أيضا من قدم لك معروفا يوم من الأيام هنا تتسع الدائرة من الزوجين إلى الدائرة الحياتية الحياتية يعني إنسان قدم لك معروفا يوم من الأيام ما يليق دينا وخلقا ومرؤة حتى أني أنسى أو أنسى فضله لو جاءني يوم من الأيام بحاجة إنسان قدم لي معروفا ووقف معي الجزاء الإحسان للإحسان حتى ولو بكلمة ولو بكلمة ربما كلمة إنسان دافع فيها عنك ربما كلمة هداك فيها إلى طريق خير ربما كلمة يعني تبادلتها معاه بإحسان وحسن مجلس معه فهذا الإنسان طالما أنك رأيت منه خيرا أو ربما قدم لك معروفا طيب النبي قال كافئون معقولة يوم من الأيام أنسى فضل هذا الإنسان فلذلك لو فتشنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينسى الفضل حتى الكافرين يعني مطعم بن عدي أو النبي صلى الله عليه وسلم لما طرد أهل الطائف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا دعوته مع أنه خرج من مكة إلى الطائف لما رجع أهل مكة ربما يقتلونه لأنه في عدا معه يريد من يأوي يدخل عنده فخرج له المطعم بن عدي مع أولاده قال إن محمد في جواري لا أبد أحد يكون في جواره ولا تعدوا عليه فداخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية مكة آمنا بعدما رجع من الطائف مطعم بن عدي ومات على الكفر شوف هذا الحسن له الفضل هذا أنه أول نبي أجاره دارت لي أم السنون النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في غزوة بدر في السنة الثانية الهجرة قتل منهم سبعين رجلا وأسر منهم سبعين الأسرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المطعم بن عدي مات مات على الشرك قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم استأذنني في هؤلاء الأسرة لا أذنت لهم من أجل موقف هذا ولا تنسوا الفضل بينه خديجة رضا الله عنها كانت تواصل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة ما أتت خديجة في مركة ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها لم يتزوج عليها كل ساعة تزوجها تزوجهن بعد موت خديجة بالمدينة بعد ذلك كان إذا ذبح حشاتا يقسم في خلائل يعني صديقات خديجة شوف ولا تنسوا الفضل بينكم استأذنت مرة هالة بنت خويلة تخت خديجة والنبي مع عائشة جالس استأذنت طرقة الباب سمع صوتها هو يتستأذن ارتع النبي قام من مكانه والأسر قال اللهم هالة منت خويلة قالت عائشة ما تذكر من امرأة يعني عن خديجة أختها ما تذكر من امرأة عجوز شدقاء الخدين ماتت في الغابرين أبدالك الله خير منها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رزقت حبها لقد رزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء كل أولاد النبي عسى صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية ماريا وليسة زوجة النبي أما مملوك له قال وواستني بنفسها ومالها ولا تنسوا الفضل بينه ليس الموقف بس مع الناس النبي على صلاته السلام دابته القصوى التي كان يركبها في صلح الحديبية لما صددهم قريش عن العمرة أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من عام القابل وغير ذلك من الأمور وضعوها شروطا على المسلمين بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتقدم حتى قال الناس حل حل يعني بنها تحرك تقوم بركت مأمورة مأمورة قال الناس حرنت القصوى حرنت القصوى وقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى بمpool خلأت يعني حرنت ومهي فقال وبركة مثل ما أقول بركت قالوا خلأت القصوى خلأت القصوى يعني حرنت من هكايمة حاولوا فيها نرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دابت يركب عليها قال ما خلأت القصوى وما كان ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل كما أن الله حبس الفيل أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة في زمن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان قبل أن يبعث كان غلاما لم يولد النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل هذا عليه الصلاة والسلام فنجى الله عز وجل بيته الكعبة من أبرهة والفيل التي جاء بها للبيت رب يحميه كما قال عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام النبي ولد في هذا العام النبي قال عن ناقته حبسها حبسها حابس الفيل أي من الله سبحانه وتعالى دفاع عنها قال ما أخلت القصوى وما ذاك لها بخلق ولا تنسوا الفضل بينكم يعني سبحان الله دللت بشواعد المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته مع أصحابه ماذا عن أصحابه الكفار والمشركين بل حتى الدابة يعني هو خلق محمدي لا شك خلق عظيم وليس بخلق نبوي فقط بل هذه مرؤة كانت حتى عند العرب حتى لا ينقطع الوفاء حتى لا ينقطع الوفاء شكف لون فلذلك كان الإنسان من قدم له معروفا لا ينساه له يوما من الدهر كانت العرب ترى هذه مرؤة في حياتها وأنه من العيب أن الإنسان يصد وجهه عن من قدم له معروفا يوم من الأيام وقد جاء لحاجته طيب شيخ فايز بما تبقى من عمر هذه الوقفة دعنا نتحدث عن النقيض نقيض هذه القيمة السلوكية الوفاء الجهود نعم ماذا نقول لمن يمارسها أنا ومن بعد الطوفان لا أسمعكم لا أسمعكم إلا ما أسمع أو لا أوريكم إلا ما أرى بمعنى الحديث أهم شيء مصلحتي أنا أبدأ أنا ما ليشغل طيب فلان سوفيك موقف فعل أنا ما ليشغل الجهود ماذا يمكن أن نعلق عليه لا شك أن جهود المعروف ونكران المعروف هذا ليس بخلق ولا مرؤة عنده الناس لكن لو إنسان قدمت له معروفا وجحدك الآن وربما احتجته في حاجة إن كان له عذر في عدم إفاء وتقديم هذه الحاجة لك فهنا عذره معه لكن إن لم يكن له عذرا في ذلك إن لم يكن له عذرا في ذلك فهنا نقول للمسامح كريم فأنت تطلع بالطيبة تطلع بالأمر الحسن وهذا الإنسان خلاص أمره إلى نفسه وبينه بين الله سبحانه وتعالى وهو خلقه ماذا نقول له إذا أختمها سبحانه وتعالى؟ يقول هذا ما نفع فيه الطيب وما نفع فيه الوفاء حتى الواحد يتحسف يقول يليتني ما سوت له الشغل هذه إذا هذه ردت فعلا دقيقة الكلام لا نقول لا تنصف معروفا كنت أنت ترجمة عند الله فلذلك كما سويته سويت الله عز وجل أيها نطلع لجل الله عز وجل حتى ما تصير منه ما نكون منانين عليه لأن منه لله وحده سبحانه وتعالى ونعم سل الله العفو العافية شكرا جزيلا شيخ فايز في ميزان حسناتك بي وياك شكرا موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته فهم الله